أهلاً بكل مشاهدينا من جديد لكل الناس اللي لسه ما نزلتش خلينا على طول نستعرض مع بعض هيئة الأرصاد بتتوقع أي النهاردة النهاردة فيه انخفاض في درجات الحرارة والتقس حيكون معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سينة وحيكون مائل للحرارة على جنوب سينة وسلاس الجبال البحر الأحمر أما بالليل الجو حيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سينة وجنوب البلاد خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهايئة الأرصاد الجوية صباح الخير عليك يا دكتورة أهلاً وسهلاً بيك صباح الخير على حضرتك في زماننا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلاً بيك يا فعلاً ايه الحكاية دكتورة منار؟ رجعنا انتقل تاني ولا ايه؟ بالضبط احنا لسه النهاردة كمان في انخفاض آخر في درجات الحرارة يمكن سنقفض درجات الحرارة بحوالي من درجتين لثلاث درجات عن الأمن اليوم متوقع العزمة على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 25 درجة مقوية خلال فترات الليل هتوصل لـ 14 درجة مقوية يعني الطاقس خلال فترة النهار هيكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري يمكن نحس بيه انه هو لطيف الى ماء للبرودة على السواحنة الشمالية كمان هيكون ماء للحرارة على محافظات طبعاً جنوب سينة وجنوب السعيد ده خلال فترات النهار خلال فترات الليل كمان درجات الحرارة بدأت تنقفض والطاقس يرجع تاني طاقس بارد خلال فترات الليل وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على اغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد مروراً طبعاً بالقاهرة الكبرى وكمان شمال السعيد لطيف على جنوب السعيد ده خلال فترات الليل بالاضافة كمان ان احنا مع كل ساعات المساء وساعات الليل نلاحظ نشاط ده الرياح سرعات الرياح تكون بين 30 وال40 كم في الساعة على اغلب مناطق الجمهورية ده هيزود احساسنا اكتر كمان بانقصاد درجات الحرارة خاصة خلال فترة الليل يعني احنا بنعيش اجواء ربعية خلال فترة النهار وباردة خلال فترات الليل ومتوقع استمرار بقى التحسن في الاجواء واستقرار في درجات الحرارة الى يوم الجمعة القادمة بإذن الله طيب دكتورة منار يعني بعد الجمعة هيحصل ايه؟ هو متوقع ان يكون فيه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة شاء الله مش هيكون ملخوض قوي زي اللي احنا شاهدنا يوم الاحد الماضي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحوالي من درجتين لثلاث درجات يعني هنقوم تاني درجات الحرارة بين 29 وال31 درجة مقوية الاجواء هنهس بها اجواء مائلة للحرارة او حرارة خلال فترة النهار مائلة للبرودة خلال فترات الليل وان شاء الله اللي هتكمل معنا على مدار بداية كمان الاسبوع القادم ان شاء الله الفترة اللي فاتت كنا بنقول دكتورة منار ان درجات الحرارة بنعتبرها في المعدلات الطبعية زي في الاوقات اللي بتبقى زي دلوقتي لكن لا يعني احنا شام النسيم فضل عليه ايام وليلة 3 اربع ايام عادة احنا متعودين ان احنا في شام النسيم اللي بقى لبسين بنصكم لكن الاجواء اللي احنا فيها دي ما اعتقدش ان احنا في ساعات الليل حنبقى لسا لبسين نصكم فايه اللي بيحصل ليه لدرجات الحرارة مش في معدلاتها الطبعية بالفعل يمكن درجات الحرارة اقل من المعدلات الطبعية بحوالي 3 ل 4 درجات خلال فترة النهار وخلال فترات الليل وده بصبع تأثيرنا بكتة الهوائية قادمة من شرق البحر المتوسط ويتمر على البحر المتوسط اثر علينا بكتة الهوائية الشمالية كتة الهوائية دي معدلات الحرارة كمان في نشاط الرياح نشاط الرياح ده هو اللي بيخلي احساسنا اكتر بدرجات الحرارة خلال فترة الليل منخفط يعني احنا مفيش مشكلة خلال فترات النهار بدأنا نخفض الملابس لكن فترات الليل لسه بالفعل مفتفضين بالملابس الشتوية على الاقل الخفيفة ويمكن ده يكمل كمان معانا لبعد اعياد شامل ان شاء الله بنشكر الدكتورة منار غانم وعضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية وخلينا دلوقتي مشاهديدة نستعرض مع حضرتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونبتدي بطبيعة الحال زي ما احنا متعودين من القاهرة الليل العظمة فيها 25 والصغرى 14 الاسكندرية 23-13 مطروح 20-13 سيوى 25-14 بورسعيد 21-14 دميات 22-15 الاسماعيلية 26-15 والسويس 26-15 العريش العظمة فيها 22 والصغرى 16 كاترين 25-11 طابة 24-20 عفوا شرم الشيخ 32-21 الغرداء 29-20 الفيوم 26-17 بني سويف 26-14 والمينيا 26-14 اما السيوط العظمة فيها 28 والصغرى 23 قنى 31-19 الاقصر 32-19 اسوان 34-20 الوادي الجديد 32-17 شراتين 32-17 اما حلايب العظمة فيها 33 والصغرى 16 وبكده نكون استعرضنا مع حضراتكم درجات الحرارة في مختلف محافظات مصر خلينا دلوقتي نروح لجومانا ونروح لمصطفى نتابع معاهم باقي فقراتنا تفضلي يا مصطفى وتفضلي جومانا يعني لسه الدنيا تفضل برد يامانا شوية كده نكملين شوية كده كمان وده قويس لطيف صحيح شكرا ليكي اشتركوا في القناة